اهلا بكم في برنامج ولانا وقفة نناقش اليوم اعلان القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبي انتزع السيطرة على مدينة غريان جنوب ترابلوس من قوات الجنرال خليفة حفتر هل نجحت استراتيجية حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بالانتقال من الدفاع الى الهجوم في تغيير توازنات المشهد الليبي وهل تحرير مدينة غريان هو المفصل الذي معه انتهى مشروع الجنرال خليفة حفتر في ليبيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قوات حكومة الوفاق على مدينة غريان هو الفصل الاخير في مشروع حفتر للحسم والذي باء بالفشل هل الهجوم بدلا من الدفاع سيكون الاستراتيجية لقوات حكومة الوفاق للانتلاق نحو الشرق الليبي والذي تتمركز فيه قوات الجنرال حفتر وفي ضوء دعوات التهديئة والحوار ما هي واقعية استثناء السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا لجنرال حفتر من اي مشاركة في مبادرة للحوار والمصالحة الوطنية وما فرص نجاح مبادرة المصالحة التي اعلنتها قوات حفتر بعد فشل رهانه على الحل العسكري الذي اراد فرضه على الجميع هذه الاسئلة سنحاول الاجابة عليها مع ضيوفي من مدينة مصراطة الليبية الخبير العسكري والاستراتيجي سليمان بن صالح ومن طرابلس الكاتب الصحفي والباحث السياسي جمال عبد المطلب ومن بيروت الباحث والمحلل السياسي ردوان الفيتوري مشاهدينا نبدأ النقاشة مباشرة بعد التقرير بعد نحو ثلاثة اشهر من هجوم قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس وفشلها في اقتحامها يعلن جيش الوفاق الليبي سيطرته على مدينة غريان وترضي قوات حفتر من المدينة التي اتخذتها مركزا لانطلاق الهجوم قوات الوفاق قطعت طريق الامداد الرئيسي على قوات حفتر في المحاور المتقدمة وتهدد في الوقت ذاته خط الامداد الوحيد المتبقي لها بمحاذاة مطار طرابلس الدولي تحول كبير في سير المعارك بدأ يرجح كفة القوات الموالية لحكومة الوفاق التي اعلنت تحويل استراتيجيتها من الدفاع الى الهجوم وفيما تستمر المعارك في محيط طرابلس تتواصل الوساطة الاممية ايضا عبر المبعوث الاممي غسان سلامة الذي يزور منذ ايام شرقية ليبيا ويلتقي رئيس البرلمان عجيلا صالح بعد ان التقى كلا من حفتر والسراج بصحبة الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتياريش السراج الذي اطلق قبل ايام مبادرة لتسوية من سبع نقاط تدعو الى عقد ملتقى ليبيا بالتنسيق مع الامم المتحدة يمثل جميع القوى الوطنية ومكونات الشعب ممن لهم التأثير السياسي والاجتماعي ولكنها تستبعد من يصفهم السراج بدعاة الاستبداد ومن تلطخت ايديهم بدماء الليبيين قبل ان يعلن صراحة عدم قبوله لاي حوار جديد مع حفتر على خلفية بدء هجوم طرابلس معتبرا ان جميع اللقاءات السابقة كانت محاولات من قبل حفتر لكسب الوقت فهل خسر رهان الجنرال حفتر على الحسم العسكري بعد فشل قواته في اقتحام طرابلس وهل تنجح المساعي الاممية في جمع السراج وحفتر على طاولة الحوار مجددا ام ان مشروع الجنرال السياسي انتهى بعد ان خسر رهانه على الارض ايهم سلمان لبرنامج ولنها وقفة في ارتي عربي استاذ سليمان بن الصالح داني اؤسس معك لهذا النقاش كخبير عسكري واستراتيجي بالسؤال عن معركة طرابلس هل حسمت بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على غريان ومعما يتردد ان السيطرة على طرهونة لن تكون بالامر الصعب وبذلك تنتهي نقاط السيطرة لخلف حفتر يبدو ان هناك خلل تقني سانتقل بنفس السؤال الى الاستاذ جمال عبد المطلب من طرابلس عن مستوى الحسم اعيد عليك السؤال هل حسمت من وجهة نظر حكومة الوفاق هذه المعركة اهلا وسهلا احييك واحيي الضيفين الكريمين والمشاهدين الكرام لا الحقيقة الآن نستطيع لا نقول ان المعركة حسمت ولكن نستطيع ان نقول بعد السيطرة على مدينة غريان وهي محافظة من محافظات ليبيا عريقة هذا التاريخ كبير وتعداد سكاني يربع عن المتين الف نسمة وهي عاصمة الجبل وهي حاضرة من حواضر ليبيا كبير جدا عندها موقع جغرافي عندها تميز وبالتالي استطيع ان اقول ان المعركة ان الحسم بداية النهاية الآن بعد هذا الانهيار وخاصة ان غريان فيها غرفة يتواجد فيها غرفة عمليات الكرامة لقوات حفتر طيب بهذا التقدم الذي تحدث عنه فايز سراج عند اعلانه مبادرة الأخيرة قال ان قوات حكومة الوفاق ستنتقل الآن إلى الهجوم السيطرة على غريان هي سيطرة على المناطق الفاصلة بينها وبين طرابلس ايضا يعزز هذا الكلام بالسيطرة على العزيزية والسعادية يبقى هناك جنوب شرق العاصمة يعني المنطقة الترهونة والطرق الفرعية التي تصلها بطرابلس هل هذه هي النقطة التي ستحاول فيها قوات حكومة الوفاق نعم استطيع ان اقول بعد الصراع والحرب الضروس التي قامت بها المواجهات التي قامت بها الجيش الوطني المدافع عن طرابلس التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا بعد وجد صعوبات في ردع دحر هو وأوقف الهجوم والغزو والعدوان على طرابلس ولكنه لم يحسم لأن قوات حفتر تتمتع بأسلحة حديثة جدا جاءتها من دول معينة معروفة إقليمية على رأس دولة الإمارات وهذه مسألة متبتة وعندها مستشاريين فرنسيين ومصريين وإلى آخره فقررت حكومة الوفاق ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان أن تعمل مفاجعة ومباغة وتلتف وتذهب وراء القوات إلى مدينة غريان وبعمل استخباراتي وتنظيم راقي جدا وتنسيق مع توار غريان اللي موجودين في الداخل هذا ما أكدوا المتحدث باسم الجيش الليبي محبّد قنونه بأن هناك كان تحرك داخلي من الفصائل داخل غريان وقاموا بعملية نوعية مباغتة فيها روح الجانب المباغت معروف وسيتكلم عنه الأستاذ سليمان بالصالح وهو عاد الآن إلينا على ما يبدو سأستكمل معه هذه الصورة سيد سليمان كنت أسألك عن معركة طرابلس الأستاذ جمال عبد المنطلب قال أنه هي بداية النهاية البعض يقول بأنه انكسار وفشل عسكري فادح لقوات خليفة حفتر وبهذا تأتي دلالات انتهاء معركة طرابلس أما المتحدث باسم قواته أحمد المستمري فيكتفي بالقول بأنه انسحاب تكتيكي من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية أنت ماذا تصف النقطة التي نحن فيها الآن الحقيقة استطيع أن أقول أنها ضربت معلم كما يقول الأخوة في مصر يعني كانت خطة الحقيقة كانت استراتيجية وخطة كانت محكمة جدا والتنفيذ كان أيضا محكم وحيطت بسرية كاملة وهذه السرية أو هذه السرية أفضت إلى هجوم مباغة على مدينة غريان من عدة محاور أسفر هذا الهجوم عن اكتساح كامل للمدينة في خلال ساعات ووصول إلى وسط المدينة الاستلاع على غرفة العمليات فرار آمر الغرفة وآمر القوى العسكرية تابع علي حفتر في منطقة الغربية انهيار كامل في صفوف القوى الموجودة في مدينة غريان الفرار كان بأعداد كبيرة الأسرى أعداد كبيرة الغنائم من الأسلحة والدخائر وهذا كيف ينعكس على مصير معركة طرابلس سيد سليمان هل هي بداية النهاية أم أنه نستطيع القول بأن هذا الأمر حسم لأنه هجوم حفتر على طرابلس بدأ منذ الرابع من أبريل نيسان ووصولا إلى هذه النقطة هل من الممكن القول بأنه فشل عسكري نهائي انعكاسه كان ذو وجهين وجه إيجابي بالنسبة لقوات حكومة الوفاق الجيش الوطني تابع لحكومة الوفاق وجانب سلبي على القوى التابعة لحفتر الجانب السلبي بالنسبة لحفتر الآن يعانون من انكسار نفسي كبير جدا من هزيمة نكراء هذه أثارها ستتمتد إلى خارج مدينة غريان وإلى القوى الموجودة في ترهونة وموجودة في المناطق الأخرى وفي محاور القتال على تخون مدينة طرابلس أيضا أربما ستتمتد أثارها إلى القادة العسكريين الموجودين أيضا في الرجمة وفي بنغاز وفي غيرها من المناطق الأخرى يعني من الصعب جدا أن يستفيق جيش حفتر من هذه الهزيمة عند هذه النقطة وهذه النقطة بالتحديد أود نقلة لضيفنا من بيروت سيد ردوان الفيتوري هو انكسار نفسي وعسكري وأيضا ربما انكسار للدعم الأقليمي والذي جاء على ذكره سيد جمال عبد المطلب قبل قليل فدول كانت داعمة لخطوة الجنرال خليفة حفتر بدأت تتحدث بنبرة مختلفة عادل جبير في السعودية يتحدث عن اعتراف السعودية بالحكومة الشرعية أيضا بعض التصريحات الإماراتية كل هذا يعزى لأن الجنرال خليفة حفتر فشل في مشروعه وبالتالي خسر كل أوراق ما رأيك؟ مرحبتين حضرتك أولا أرجو إعطائي الوقت الكافي والأهم أن تتسع صدوركم لما سأقوله لأن الموضوع على أرض الواقع بشكل مخالف تماما لما يطرحه تقرير المقدمة لبرنامجكم ولضيوفكم الكرام لماذا؟ لأن أولا هي ليست قوات حفتر إنها جيش الوطني الليبي المكون من جميع القبائل الليبية من جميع الأطياف وبالأخص لحظة بس يا أستاذ لو سمحتين أننا متفقين أنا لم أقاتع سيد ردوان رقمتين المشير خليفة حفتر ما عليش يا أستاذ هذه أول مرة وخلينا بيش نمشوا تماما المشير خليفة حفتر هو القائد المعين شرعيا من البرنامج المعترف به لكن في المقابل بالشيء الأخرى قوات ما تسمى قوات الوفاق وعية بشهادة العالم وليست بشهادة المشجعين للجيش إنها عبارة عن ماليشيات مارقة ماليشيات تنظيمية إرهابية وأيضا عرضت في الأمم المتحدة سور لمجرمين مطلوبين دوليا وهم يقاتلون بجانب السراج السراج لا توجد قوات الوفاق ماليش اسمح لي ستأخذ كل الوقت في الإجابة على كل ما تريد ولكن بداية تستطيع أن تتسمية قوات الجنرال خليفة حفتر بما تريد ولكن نحن تحريريا في قناتي ماليش نحن تحريريا أيضا لنا الحق بتسميتها كما نرى ويتوافق مع معاييرنا التحريرية قوات حكومة الوفاق وحكومة الوفاق هي معترف بها شرعيا ماليش تبقى معي في موضوع الحلقة وهو التطور العسكري الذي جرى مؤخرا حضرتك كيف تصفه؟ نأتي إلى حادثة غريان التي هي زوبعة في فنجان كيف؟ أنا لا أدري لماذا تستعجلون الأمور يا سيدتي فلنصبر 48 ساعة فقط لماذا؟ لأن الجيش لم يدخل معركة قد إلا انتصر فيها لماذا؟ لأنه جيش يتمتع بقيادة حكيمة عندها باع طويل وعندها خبرة في فنون القتال العسكرية وبالأخص بحرب العصابات وفي بنغازي اكتسب ثلاث سنوات بحروب العصابات وكانت على وشك أن تعلن بنغازي إمارة إسلامية والكل يعرف ذلك الآن ماذا حصل في غريان؟ تحديدا في غريان الجيش آثر أن يدخل سلميا إلى غريان تواصل مع عيان ومشايخ غريان ودخل سلميا بعد أن أخذ الأهود والموافق وأعطى أيضا الأهود والموافق أن غريان تسلم للجيش بلد سلام الجيش لأنه حريص كل الحرص على حياة المدنيين لم يشتبك مع أي مدني وهو يعرف انتمائه في غريان ولذلك بحكم هذه الموافق وهذه التطمينات سعب كل الجنود يا سيدتي تماما وصلت هذه الصورة وصلت سيد ردوان وصلت هذه الصورة سيد جمال عبد المطلب سيد جمال عبد المطلب هل ستتغير الصورة بعد 48 ساعة؟ البعض قرأ بتلميح خليفة حفتر للحل السياسي بأنه تقريبا هو أيضا يقر بهزيمة غير معلنة حتى الآن بينما هناك وجهات نظر أخرى بأنه جيشه على حد وصف السيد ردوان الفيتوري وجيش متمرس متمرن على حرب العصابات ولهذا يعني آثر سلامة الناس في غريان وانسحب منها نعم إجابتي سوف تكون سوف نحترم الوقت ونستفيد منها سيدتي الكريمة إجابتي سوف تكون من شقين الشق الأول هو ردود على ضيفكم الكريم من بيروت سيد ردوان الفيتوري مغالطات المغالطة الأولى قوله أن هذا الجيش يتمتع بقيادة حكيمة لها باع في الانتصارات وكذا بالعكس حفتر لتاريخ كلها زائم من بداية من التشاد إلى تدميره للمنطقة الشرقية النقطة الأولى النقطة الثانية يقول أن هذا الجيش مسالم ولا يريد أن يريق الدماء هذا ليس بصحيح الجيش ملأت دنيا دماء ورعبا وقتلا وقتل مش الجيش عفوا قوات حفتر قتلت أجهزة على الأسرة الفيديوهات موجودة ومحكمة الجنايات الدولية تطلب ضباط منهم يعني العالم كله يعرفه ضابط شرس قتل الدنيا كلها قاتل الآن أكثر من ستمائة شخص وهو المدعو محمود الورفلي ثلاثة القول بأن غريان أعطت المواتيق هذا غير صحيح نحن نعرف غريان أهل مكة أذرى بشعابها نحن عايشين في طرابلس وبيننا وبين غريان ستين كيلو ولنا علاقات وغريان حاضرة متحضرة ترفض البداوة والعنف والأعراب والعنجهية غريان يعني أخذت على حين غره ديق الوقت أستاذ جمال عبد المطلب هل من الممكن أن تغير المعادلة عسكريا تمام النقطة نقطة الكلام القول بأن المعادلة لن تتغير المعادلة بدأت أن تآكل قوات حفتر وأقول قوات وليس جيش وطني لأنه غير معترف به ومجلس النواب الغالبية الموجودة في طرابلس عزلة حفتر كقاءة جيش وأعتقد أن ستبدأ الانهيارات تل والانهيارات لأتباء حفتر هذه الفكرة تحديدا سأستكملها مع سيد سليمان بن صالح سيد سليمان هناك من الفصائل المنضوية ضمن قوات حكومة الوفاق رفعت شعار يصل إلى الرجمة إلى القاعدة العسكرية لجنرال حفتر هل من الممكن أن تستكمل فعلا قوات الوفاق بالتوجه شرقا؟ لابد أن يكون ذلك في خطة الحكومة وهذه الخطة لابد أن تكون قد وضعت أمام القاعدة العسكريين القاعدة العسكريين هم الذين يقررون متى يكون هذا الزحف نحو مدينة بنغازي أو في منطقة الرجمة بالدات هو شعار الآن يرفع والحقيقة لسنا متأكدين من أنه سيتم تحقيقه في وقت قريب ولكن الحقيقة هذا الشعار يردده كل المقاتلين في الجبهات وهي رغبة موجودة لدى الجيش التابع لحكومة الوفاق لكن يبقى أمر تفيده مرهون بموافقة الحكومة أيضا مرهون بالظروف العسكرية التي تمر بها سيد سليمان من معرفتك بخصوصية هذه الفصائل والخلاف التي كانت عليهم مع حكومة الوفاق مع شخص فائز السراج قبل أن يبدأ جنرال حفتر تحركه والأخير وهو ما وحدها من معرفتك بهم ماذا لو طرحت أو فرضت فرض واقع حال يدعو للعودة لطاولة التفاوض ويكون حفتر هو جالس على أحد أطراف هذه الطاولة هل ستكون ردة فعل لهذه الفصائل أم أنه لا تشجع الحل التفاوضي رغم أن أنا لصيق بهؤلاء وأعرف عنهم الكثير يعني الآن يعلنون أولاءهم الكامل للمجلس الرئاسي ويتمرون بأوامر السيد حفتر لكنهم الحقيقة يضعون خط أحمر أمام السيد فائز السراج وهو إمكانية رجوعه للتفاوض مع حفتر بالذات حتى سيد السراج حتى وإن كانت له رغبة ولا ندري عن رغباته شيئا ولكنه يقف أمام هذا الخط الأحمر وهو يعرف ويدرك خطورة مدى إقدامه على هذه الخطوة في حالة ما تم الضغط عليه من قبل المجتمع الدولي ولذلك الآن نجده يعارض معارضة شديدة لاجتماع بحفتر من جديد ويعتمد في ذلك على وقوف هؤلاء المقاتلين إلى جنبه وإلى صفه وهو في الحقيقة ينفذ رغباتهم قبل أن تكون رغبة السراج نفسه أنتقل إليك ردوان الفيتوري الحفتر تحدث من موقف ضعف وإن كنت تخالف هذه الرؤية ولكن هكذا ينظر الكثير من الأطراف تحدث عن مبادرة ومصالحة وكل ما يجري الآن تجاوز اتفاق أبو ضبي أو ما كان مفترض أن يكون عليهم ملتقى إقدامس قد يدخل حفتر في مفاوضات ويكون فيها طرف ضعيف في هذا ماذا تقول أولا يعني بالعكس هي من نقاط قوة القيادة من نقاط قوة المشير حفتر لماذا؟ لأن هذا البيان الصحفي إذا أردت التعبير الصحيح له ليس مبادرة بالمفهوم المبادرات كما أطلقها المدعو السراج هذا البيان الصحفي يتحدث عن الأمور المستقبلية بعد دقول جيشنا البطل إلى ترابلس وتحريرها من هذه السرطان الجاثم فوق قلوب أهالي ترابلس وهذه الماليشيات كل كلام حفتر نكون واقعيين أنا طبعا لست أي طرف من الأطراف ولكن فشلت هذه الخطة معركة ترابلس التي أعلنت للوقائع أنا صحفية سيد ردوان فلتوري للوقائع ولكن مرة جديدة ما موقف حفتر بالنسبة للحل السياسي كيف سيكون الموقف من وجهة نظره برأيك؟ يا سيدتي يا سيدتي منطقيا الحل السياسي ألا يتوجب أن تكون هناك نقاط مشتركة بين المتحاورين ألا يتوجب أن تكون هناك قواصم ولو حد أدنى بين المتحاورين قواصم وطنية لا توجد أي قواصم أي نقاط مشتركة بين الجيش الوطني وبين داعش وبين القاعدة وبين ماليشيات الاعتمادات وبين ماليشيات الخطف والسرقة وبين عصبات تحريب الوقود وبين عصبات تحريب البشر أعتذر منك باقي من الوقت قوة مشتنعة دقيقة وصل ما تود قوله سيد ردوان أنتقل إليك جمال عبد المطلب أعتذر منك ولكن الوقت ضيق أرجو أن تكون مختصر مفيد يعني لا حفتر يعترف بالسراج ولا السراج يعترف بحفتر كما أعلن في مبادرته الأخيرة أنه يرفض أن يكون شريكا له أيضا هو يعني عنده توازناته الخاصة في داخل طرابلوس ومع الفصائل المقاتلة معه التي يعني بصريحة العبارة ترفض قبول حفتر قولا واحدا فبالتالي هل هناك يعني أي أمل أو يستطيع السراج الدخول في مفاوضات ويكون فيها حفتر شريك في السياسة لا يوجد لا أمل دائما السياسة لا تعرف الأصدقاء الدائمين والأعداء الدائمين ولكن سيدة الكريمة أستطيع أن أقول لك السراج وصف حفتر بأنه مجرم وقال سوف يطلب للعدالة والسيد وزير الداخلية فتح بشاغة والسيد وزير الخارجية وقادت المحاور الجيش الوطني التابع ورئيس الأركان والتوار والقوات المساندة والرأي العام جميعا قولا واحد حفتر صار من الماضي لأنه كان مارس عملا إجراميا ضد العاصمة هذه نقطة النقطة الثانية في عجالة حفتر يقول يعني يلوح بمبادرات سياسية وصلح وكذا لأنه ضعيف ولأنه فقد الأمل ولأن قواته مهزومة وتتآكل ولكن عفوا حفتر لا يمكن أن يتوقف مدام عند قوات تقاتل وعند أموال متدفقة لا أعرف إن كانت النقطة الثانية اكتملت أم لا ولكن أعتدر منك ومن جميع ضيوفي وقت البرنامج لا وقت سيد جمال أنا آسفة أود أن أشكركم جميعا لا أستطيع أشكركم جميعا سأبدأ معك سيد جمال عبد المطلب من العاصمة ليبيا طرابلوس الكاتب الصحفي والباحث السياسي أيضا من مصرات الخبير العسكري والاستراتيجي سليمان بن صالح ومن بيروت الباحث والمحلل السياسي رضوان الفيتوري وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا لحسن المتابعة نلقاكم غدا في حلقة جديدة من ولا نواقفة اشتركوا في القناة